صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه حفلت صفحات حياته العامرة بالعديد من المنجزات حيث سجل اسمه في تاريخ الإمارات بأحرف من نور عند بلوغه الثامنة عشر من عمره أتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبوظبي حيث تدرج في المراحل الدراسية بمدارس الدولة والمملكة المتحدة ويمتلك سمو خلفية عسكرية اذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وساهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تطوير القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخطيط الاستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة مستلهما توجيهات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقد ساهمت توجيهاته المباشرة والقيادية في جعل القوات المسلحة الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتقدير عدد كبير من المؤسسات العسكرية الدولية وشغل سموه أيضا عددا من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية للدولة حيث كان سموه ولي عهد أبو ظبي ويعرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بذله الكثير من الجهود لتعزيز علاقات الإمارات الخارجية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مكانتها على الصعيدين الأقليمي والدولي وإيمانا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأهمية التحاور وتفاهم وجهة نظر الآخر وارتقاء بهذا الحوار إلى ما يخدم أغراضه وغاياته فقد دأب مجلس محمد بن زايد كل عام على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية في رحاب مجلس عامر أضحى ملتقا فكريا لمختلف وجهات النظر وتبني الحوار وتبادل الرأي لغة للحضارة وسمو الهدف ترجمة نانسي قنقر